السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي حلويات تسنيد فيديو جديد كما العادة كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير وفصحة جيدة بإذن الله اليوم جيت نشارك معكم حلوة دوازتي من أعلى الحلويات البسيطة والمميزة وكما تعرفوا كاملين كنبغيوا يكونوا هكذا لدينا حلويات في الدار دوازتي لكي يكون حاضر دائما بلا مناسبات وطبعا يكون اقتصادي وكيعطي كيمية كثيرة فاليوم جيبت لكم هذه الحلوة لكي تجي مرملة ولديدة وهشيشة في نفس الوقت وبدون زبدة سهلة سريعة كنحضروها بأقل مجهود فكنتمنى انكم تبعوا معي الفيديو حتى الاخير والله جزيكم خير الجزاء ما تنسونيش من لايكات ديالكم وتعليقكم المحفزة لك نفرح بياه اشتركوا في القناة مرحبا بكم وفعلوا زيل الجرس باش توصلوا بكل جديد فيالله نبدو باسم الله على بركة الله اذا بالنسبة للمكونات نحتاج هنا يا دقيق الابيض الخاص بالحلويات لكمية كيمية المضطحة لكم في الفيديو مع جيش اكياس ديال الخاميرات الحلويات عندي كاس ديال الفينو الفينو اخواتي ماشي اسمي دقيقة نحتاج منه كاس عامر عندي كاس ديال سكر حبيبات وكاس ديال السيد وعندي نسكاس ديال الحليب لقياسة دائما بكاس الباقي ما تشوفوه نحتاج جيش حبات ديال البيض معلقة كبيرة ديال العسل اي عسل عندكم ضيفوه وعندي كيس منسم بزهرة البرتقال فباسم الله نوضع جيش حبات ديال البيض في الاناء فاش غنخدموه نضيفوه سكر حبيبات كاس عامر نضيف كيس منسم بزهرة البرتقال يمكن لكم ديرو غير فاني او لما بشو الليمون اللي عندكم دائما قبيصة ديال الملح نحاول الان نخلط الكل جيدا بالطلاب اليدوي سنستمر في الخلط حتى نحسو بان البيض نساجم مزيان مع السكر وتغير اللون ديالهم عادة باش نضيفو الزيت بالنسبة للزيت عندي كاس عامر ونستمر هكا في الخلط حتى نحصلو على قوام متجانس نضيف الان معلقة كبيرة ديال العسل اي عسل عندكم ضيفوه الى ما كانش متوفر العسل يمكن لكم تعوضوه بلكون فتير ديال المشماج ما الاحسن يكون ديال المشماج كي يجيل مدق ديالو زوين في هات الحلوه نضيف ايضا نصف كاس ديال الحليب ونستمر هكا كنخلطوه بالنسبة للحليب الى ما كانش عندكم فاعوضوه بالياغورت او الا استغنوا عليهم بجوجه كي بقى لكم الاختيار بعد ما نسجمو المكونات مع بعض نضيف الان كاس عامر ديال الفينو لكن الفينو اراه ماشي هو استميده الفينو بوحده استميده بوحده يعني بزاف ديال المبتدئات كيمشو غالطين في هات الفكرة من الافضل ديال الفينو كيعطي واحدة ترميلة زوينة لحلوه ديالنا بعد ما نسجمو المكونات الان مباشرة غادي نبدك نضيف الدقيق مع جوج اكيات ديال الخاميرات الحلويات انا هنا بالنسبة للدقيق لديك عابرة 500 جرام لكن سيشيط لي منه نسجت ديال دقيق فمن الاحسن تحيدوا الطلاب ليا داود اخذوه غير بديكم باش كتتحكموا في الخاليط ديال العجين اكيد العجينة ما تجريوهاش زيدوكي 100 دقيق شوية بشوية حتى كتحصلوا على عجينة الطباء ومجموعة وكتشكل بسهولة فيديكم حاولوا غير ما تقصحوهاش كتر من الجهد الحلوه الى كانت العجينة قصحة من الاول فما تجيش الحلوه او الماكلة ديالها كل ما كانت العجينة ارتباء وتشكلها بكل سهولة كي يكون احسن بعد مجموعة العجين روليتها بحال هكا مباشرة نقسم العجينة على جوز ونصف من العجين سنوضعوه بين جيش بلاستيكات ومباشرة سنطلق بالمدلك سنطلق بالمدلك حتى نحصل على سمك المطلوب حاولوا انكم ما ترقوش بزاف وحاولوا ايضا ما يكونش سمك ديال العجين غليد بزاف خاصنا نحصله على سمك اللي هو متوسط غادي نستمر هكا كنتلق العجينة ونعاطيها الخاطر حتى نحصل على السمك المطلوب بهاد الشكل اللي غا تشوفوه معايا ومن البعد كان اخد قطاعه دائريه بهد الشكل وردكم السمك ديال العجين كان اخد قطاعه دائريه بهد الشكل وكان طبع بيها العجين كان حاول ندير دوائر بهد القطاعه بعد ما طبعت هاد العجين الان غادي نحاول نزول هاد الزوائد ديال العجين بكل سهولة باش كتسهال علينا الخدمة سوف اخد سكين او لقطاعه اللي بغيته ونبدأ نقسم الدوائر هكا على جوج يعني كل لحبة غادي نحاول نقسمها على جوج يعني طريقة سهلة جدا بدون تعقيدات بلا مرسم ولا طابع او اللي ممكن تدير القطاعه بحال هكا طريقتها سهلة سوف يبنبعد كان اخد هكا الحبات ديال الحلوه وكان احطهم في اللاطة ديال الفرن اللي تكون مدهونه غير بالزيت كي جاده هو السمك ديال الحبات صراحة كي جي شكل ديالهم زوين والعجين اللي كي تبقى ليه اراه كان جمعه مباشرة وكان عاود نطلقوه بنفس الطريقة وفي نفس الوقت سوف يبعد مع مرطلطة اللي عندي كناخد الان اصفر بيضة مع القهوه سريعة الدوبان بالنسبة القهوه غير حاولوا انكم تدوبوها مع قطرات ديال الماء الساخن حتى كالدوب عاد باش كنضيفوها على اصفر بيضة وكان نطلبوه مزيان وبهالطريقة ما كتبقاش لدينا القهوه محبه في البيض طريقة كنت نواضحة لكم كندهن الحبات كلهم بهاد الخاليط وفي هاد الأثناء الفون كي يكون كي يسخن كندخل الحلوه الطيب العافية تكون من الأسفل حتى كالطيب الحلوه عاد نشعلو عليها الفوق كندهب سوف تخرجوها بالصحة والرحة غير ناصحة لكم بالنسبة الحلويات دائما طيبوهم على نار مهيلة من الأحسن باش انشحوا معاكم سوف يبعد ما دهنت جميع الحبات كناخد الان فرشي تولي الشوكة ونبدأ كندير هكا خطوط كما موضح لكم ونطلقها مع الشكل الحلوه فاشكا طيب وهاكده كي يكون الشكل مميز ديال الحلوه كنستفها هكا في طبق ديال تقديم دوازتي من ألد الحلويات كنصحكم تجربوها فعلا كده جديدة وهشيشة مع كاس ديالتي ما تشبعوش منها كنكون وصلنا لنهاية الفيديو اخواتي كنقول لكم شكرا دائما على المتابعة وعلى التجيع وعلى التعليق ديالكم الطيبة اهلا خطيكم نتلقوا في وصفة القادمة بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة